حلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نسبة تعريف التابعة لكانون البيبي 200 تياتا 50 اكس فهنعرفها مرة عن طريق الكابل الو سي بي ومرة عن طريق الروتر الواي فاي فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا اخونا امين ايه اخبركم ايه ان شاء الله اكونوا بخير وفي اضل حالة معكم احمد الساب من قناة الكانون بالعربي وحلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض عن خطوات تثبيت تعريف التابعة لكانون البيبي 253 اكس وان شاء الله الحلقة تنال اعجبكم واول فقرة هنبدأ بها وهي فقرة تثبيت تعريف التابعة من خلال الكابل اليو اسي بي فيالله بنا نروح لجهاز الكمبيوتر او اللابتوب ونتبع الخطوات واحدة واحدة مع بعض فيالله بنا مبدئين كده جماعة انا سيجب لكم رابط تحت الفيديو بخانية الوصف لمجرد ان تضغط على الرابط سيفتح لك صفحة كانون الرسمية لكي نحمل ونثبت تعريف التابعة والتابعة كما واضح قدامكم كانون الساب من البيبي 253 اكس فهي صفحة التحميل تعريف التابعة فننزل تحت شوية تمام؟ ونختار UFR2 ضغطة واحدة ثم ننزل تحت شوية ونختار Download ثم نختار Download مرة أخرى وتنتظر لحد ما يتم تحميل التعريف وبعد ما حملنا التعريف بنجاح سنوصل الكابل الواصب بين التابعة والكمبيوتر أو التابعة واللابتوب ونقف للصفحة لكي لا يحتاجها في أي شيء وبعد ذلك نذهب إلى ملف أو فولدر التنزلات أو التحميلات التي موجودة في اللابتوب أو الكمبيوتر ونفتح عادي جدا سنلاحظ ان التعريف نسب بالشكل ضغطتنا على عادي جدا ثم نختار Run ثم نختار Yes ثم ننتظر بعد ذلك ستلاحظ ان الملف اتفك على حقه الملف عن الفتح عادي جدا يجب عليك اختيارين 32 بيت و 64 بيت وده المفروض ان نظام التشغيل يبقى مطابق له كيف نعرف ان نظام 64 بيت ولا 32 بيت سنقفل هذه الصفحة ليس نقفلها ونذهب على ZBC أو My Computer ضغط واحدة عليه ثم اخر اختيار Properties ستبحث هنا على كلمة اسمها System Type كما وضح قدامه Operation System يعني نظام التشغيل 64 بيت فبالتالي سنختار اختيار 64 بيت نقفل هذه الصفحة عادي جدا ونختار 64 بيت ثم نختار الاختيار اللابة الأخير وهو كلمة ستسب ثم نختار Yes سيظهر لك القائمة اللي قدامنا وده اختيار Language أو اللغات فتختار اللغة اللي انت عايزة انا هختار اللغة العربية تمام العربية ثم نكس ثم نختار نعم ثم نختار اتصال USB عشان نعرف اول فكرة من خلال الكابل USB ثم نختار التالي ثم نختار Yes سيظهر لك القائمة اللي قدامكم المفروض انت موصل الكابل USB الواصلة بين الطابع والكمبيوتر وبعد كده سيظهر لك القائمة اللي قدامكم نختار التالي ثم نختار خروب وبكده عرفنا الطابع عن طريق الكابل USB دلوقتي عايزين نزبط اعداد الطابع من خلال الكابل USB هنخفي الصفحة دي ومنقفلهاش نهائيا لان احنا هنحتاجها تاني وهنختار Control Panel ثم نختار View devices under Printers هتلاقي الطابعة بتاعتنا زهرة بالشكل ده كليك كلمنا عليها ثم نختار Printers ثم هنمسح القائمة اللي بالزرقة دي بالازرق كده نمسحها ونكتب كابل USB يعني دي عرفناه من خلال الكابل USB ثم نختار OK طب ليه عملنا كده بوحميد لاننا هنعرف الطابع عن طريق الراوتر Wi-Fi فقبل الطابعة هتقدر تختار أنهي كابل USB وأنهي Wi-Fi ثم نأتي على نفس الايكون هنا ونضغط على كليك كلمين ثم نختار Printing Preferences تمام؟ عشان هنزبط نوع الورق وحجم الورق هتختار Color Mode ونخليه أبيض يسود عشان تبقى أسرع معك ودي الوش ودار هي مستخدمة Automatic على وجه ودهره Automatic لن نجعلها وش وش لذا استخدمت هذه الخاصة وهي معمولة 2 Sided فأي ورق ستبقى لك على الوجهين فأنا أريد وجه وش واحد وأنا قبل أي شيء أريد أن أقوم بعملها على الظهرين سأحولها نختار One Sided وحجم الورق سنجعله A4 وهذا الأول بوضع نجعلها A4 وبابرسورس سنجعلها Drawer 1 ثم Apply ثم OK وبذلك عرفنا الطابعة عن طريق الكابل USB وكما نضغطنا إعدادها موسيقى أول شيء سنجعلها سنعرف الطابعة بالراوتر Wi-Fi يعني نشبك أو نربط الطابعة بالراوتر بدون استخدام أي كابل والخصوات كالتالي سنأتي هنا عند الشاشة الطابعة ونختار القائمة ثم نختار إعداد الشبكة ثم سيقول لك دخل المعرف مدير النظام ضغطة واحدة عليه والمعرف من سبع الواحد عدة نزولي سبع ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد ثم نختار تطبيق ورمز البن هو رمز مدير النظام من سبع لواحد عدة نزولي ثم نختار تطبيق ثم بعد ذلك ستختار زرال ID ثم سيظهر لكم القائمة ستختار ثاني اختيار أعداد شبكة لان اللاسلكية ثم نختار نعم ثم نختار OK ثم نختار ثالث اختيار مع أددات السم وهنا سيظهر لك اختيار ثم ستختار ادخال اليدوي لكن أنا أعمل الشبكة مرئية فأختار أول اختيار وهنا أبحث عن كمية الراوتر الذي موجود عندك أنا الراوتر اسمه Canon فلو أنت ليس موجود تدور عليه من خلال الشاشة Touch فأختار Canon وهنا أقول لك دخل كلمة المرور الراوتر الواي فاي سندخل كلمة المرور كيف؟ هذه الحروف سنطلحها مثل الموبايلات الأديمة التي كانت بزراير مثلاً أريد حرف C أختار رقم 2 تنة مرات أريد حرف Z أختار 9 أربع مرات مع العلم أن هذا زر النجم يحول الحروف من كبيرة أو صغيرة لأرقام كيف نعرف أن هذا هو كابتل أو سمول؟ هل ترون حرف L كبيرة الموجودة فوق؟ هذا يعني أن الحروف كلها ستكون حروف كبيرة لو ضغطت على زر النجم ستجدها إلى حروف صغيرة لو ضغطت على النجم مرة أخرى ستجدها أرقام فأنا سأدخل كلمة المرور دلوقتي حالاً وبعدما دخلنا كلمة المرور بالطريقة الصحيح سنختار تطبيق ثم نختار نعم ستلاحظ أن هذه اللامبة من الراوتر واي فاي تنظر وتنتفي يعني أنها جاءت التوصيل بالراوتر وأنا قال لك تم التوصيل وستلاحظ أن اللامبة من الراوتر نظرت ثابتة معناها أنها توصلت بالراوتر الواي فاي بنجاح وبعدما عرفنا التابعة بالراوتر جاءه وقت أن نحن نسيب التعريف التابعة من خلال اللابتوب عن طريق الراوتر الواي فاي والخطوات كالتالي الملف الفولدر الذي أضطيه لا تفلوش نفتعه عادي جداً ونختار ستفور ثم نختار يس المرة سنسيبها باللغة الإنجليزية نختار نيكست ثم يس ثم نختار ستاندرد نيكست ثم نختار نيكست ولازم تتأكد أن اللابتوب متوصل على نفس شبكة الراوتر الواي فاي الذي وصلنا على التابعة وننصحك أن الراوتر يكون قريب لكي تكون الأوامر سهلة معك وأنا ستلاحظ التابعة بتاعتك LBB253 وهذا رقم الابي الذي أخذته من الراوتر نعمل صحي كده عادي ونعمل نيكست ثم نعمل Edit على Auto Select ولازم تتأكد أن جنبها أرقام IP لا ينفعش نعمل كده يعني دي عرفناها على USB لا سنختار ديها 253 وعليها IP ثم Start والخطوة دي ممكن تطول معك شوية بعد كده سيظهر لك الرسالة قدامكم ستشيل كلمة صح من Restart ثم Extra ثم نختار No وبكده عرفنا التابعة عن طريق الراوتر الواي فاي تبدأ الآن أزبط الأعدادات بتاعت الحجم ونوع الورق زي ما زبطنا في الكاب الـ USB سنذهب على Control Panel ثم نختار View Advisors Under Printers ستلاحظ أن تتبع بتاعتك زرف لك بالشكل LBB 253 ثم نختار Printers ثم نمسح اسم الطابعة ونكتب Y Fai ثم اوكي حتى الوقت بتبعها ستقدر تعرف انت بتطبع من خلال الواي فاي ولا بتطبع من خلال الكاب الـ USB ثم نضغط كلمة على Wi-Fi ونختار Printing Preferences ونأتي هنا عند توصيلت نخليها واحد وحجم الورق نخليه A4 وده كمان نخليها A4 ونأتي عند Paper Source نختار Drawer One ثم بلاي ثم اوكي وبكده عرفنا الطابعة من خلال الراوتر الـ Wi-Fi فيه حاجة مهمة جدا قبل ما أقفل معكم مع حلقة نهار له لو لاحظت ان لمبة الـ Wi-Fi للزرق بتنتفي وتولعها ومثبتة كده يابا انت عملت حاجة غلط من خمس حاجات ممكن تكون غيرت كلمة مرور الراوتر الـ Wi-Fi او غيرت جهاز الراوتر الـ Wi-Fi ذات نفسه او حولت شبكة من مرئية المخفية او من مخفية المرئية او انتحاطت الراوتر الـ Wi-Fi بعيد جدا على الطابعة وبكده انتهنا من الموضوع حلقة نهارده اتمنى كنا نلأعجبكم اتمنى الموضوع يكون نلأعجبكم منتظر اي استثار لكم بخصوص طبيعة Canon كان معكم احمد السام من قناة Canon بالعربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته